أشهد رئيس مجلس الوزراء بالجهد مبذول في مشروع المدينة الأمنة بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط الذي حصل على جائزة اليونسكو مكلفا بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي حيث قدمت محافظة دمياط من العوض عرضا لمشروع المدينة الأمنة بالمحافظة وأشارت لأن مشروع المدينة الأمنة يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة ويهدف لتمكين النساء اقتصاديا وتحسين سبل المعيشة لهن